بي هابنينج ماريا بوسعدة واقف شلالة رح بيحكونا عن كرمة سعيد مرشاربل برعية مارجرجس بي كفر ياسين بقدمى جيراني جيراني بقى بدي اسمع كثير منيح لحتى اعرف كل التفاصيل اهلا وسهلا فيكن اهلا فيك بدنا نشوف اول شي مين منظم كيف عم بتكون الرعية عم بتقوم بيها النشاطات الحلوة يلي بتقدر تجمع الشباب بالمنطقة نعم هي رعية كفر ياسين وقدمى هي رعية مارجرجس بس الغريب انه هو عيد مارشاربل بس مش مختلفين مش مختلفين لانه نحن برعيتنا في اصلا هي رعية مارجرجس بس بسنة ستة وسبعين سبع وسبعين كان بوقتها حاجة انه نعمل كنيسة اكبر كانت كمان لحتكون لمارجرجس بوقتها بوقتها كان راعي ابراشية جوني المتران سيدنا حرب اقترح انه ليه ما بتكون الكنيسة باسم مارشاربل لانه هيدا السنة هي سنة تقديس مارشاربل وهيك صار ووافقه وبوقتها كانت كنيستنا هي من اول الكنيس بلبنان في كنيسة واحدة بالجنوب تانية يلي هي عاسم مارشاربل كاديس من وقتها صاري عم نعمل نشاطات مميزة على عيد هالقديس العظيم وبيقوم بين هالنشاطات المجلس رعوي كافة من كل فرق طبعه كان فرسين طلاقع شبيبة والاخوية الستات الكبار لجيونير دو ماري والكورال والرهبات والغروب كبير نحن نحكي كمان عن نشاطات خلال السنة بس خلينا هيك شوي نشوف هالمرة الكرمس ايمتا لامين نحنا كرمس دغري يعني للولاد ما بعرف اذا الكبار بيقدروا هيك يكونوا موجودين معهم وقدي هيك اشتغلتوا راح تتحضروا نحن هالسنة الكرمس طبعنا بيبلش اليوم هو جمعة سبت احد تسعتاش عشرين واحدة وعشرين تموز راح يكون من السبعة ابتداء من السبعة عاشية للساعة 12 بالليل هلأ انت عم تقولي انه هو للولاد نحنا كل سنة بنشتغل بطريقة انه كل الاعمار تجي وتلاقي حالة ويكون في شيء موجه لقلها ان كان بالبروغرام ان كان بالساتينج بكل شيء يعني نحنا بيكون عنا هلأ عم نشوف صور من سنة الماضية بيشوف منكون عنا نحنا game zones بيكون فيه العاب لكل الاعمار logical واشيات السلية وهيني ومن كل الانواع في عنا food court وlife stations بيكون فيه من كل الانواع الاكل يعني بيرجر طبوء شوارما اتساترا ودايما مثل ما قالت بنشتغل انه حتى بالبروغرام كل الاعمار تكون مبسوطة عم نشوف كمان هيك سبكتاكل مهضمين وكأنه كل اهل الرعية عم يشتغلوا ماريا يعني كأنه كل الناس موجودين عم بيكونوا عم بيشاركوا بمحبة لحتى ينشحوا هاليفنت هلن انت الكثير من المنطقة؟ صح هلن هيني يشوفنا على كريب ومنفيش وكنتو شبتو لنا معكم شى لالترويقة لا ترينك عشيل هن ها أه لا هلن نشوفنا هنه أول شي في السيناتور نحنا بنحب نقول هلن الستاج لأنه عن جد هن الستات الرعية يلي من ايديون بيعاملوا دعا زاد ستاند استاج بيهتموا فيه الثامن السنة هو كارنفال سوف تشوفوا إسبري جديد إسبري كارنفال إسبري سيرك إسبري فان هذا اللي سيكون موجود يعني لكل الأعمار التين ايجرز كمان هيك بيكونوا مرتاحين أديل شباب كمان بيقدروا هني يكونوا عم بيشاركوا تفضل لي ماريا كم ديك تزيد اشي كما أدقول أنه كل الأعمار موجودة لأنه سيكون فيه كمبيتشنز دورينج دي نايت على الثلاثية للكمبيتشنز مقسمة للولاد ولا اليوث ولا الكبار ورح يكون فيه دان شوز وعدة قصص هلأ بنستعرض كل ليلة شوفيه كنت عبول عن التين ايجرز المراهقين بيقدروا يشاركوا بالعمل ايف أو بيقدروا يكونوا موجودين هيك بس ليتسلوا يعني كيف بتم هيك التواصل بالعمل أصدق بالتحضير للكالكالمس هلأ نحنا اللي بيحضر الكالمس تحضير ووجود يعني بيكونوا يمكن عم بيبيعوا بيساعدوا الولاد اللي بيحضر الكالمس هو المجلس الرعوة يعني كل الأشخاص اللي ملتزمين برعية وخاصة الأخويات اللي هنه أشخاص الناشطين اللي هنه الشباب نحنا كتير منشتغل برعية إنه كل الناشطين اللي بنا نعملها هي بالنهاية بدأ تشذوب هيد الشبيب اللي هتضل حوالها الكنيسة فكل الأشخاص اللي ملتزمة معنا هي بتشتغل دقاء أزاد كل شي يعني نحنا هالسنة صلنا تقريبا جمعة جمعة ونص كل ليلة منشتغل منركب كل الخشب كل الستندير كل الخيام كل شي بنشتغل دقاء أزاد حتى اللي جان اللي بتتقسم الشبيبة كلها هي بتشتغل عليها يعني الديكار البرنامج الأكل هنا حركات بقلب المعي أو أخويات صحيح أخويات يعني الفرسان التلاقع والشبيبة وأكيد بيشتغلوا معنا اللي جيونار وبيشتغلوا معنا أخويات الأم وليجان العائلية ومين بعد فيه خلصة ضايعا كلها هي بالإجمال هي بالإجمال الرعية كلها ملتزمة نعم وحسب الأعمار ملتزمة بفرع معي بس كرعية رعية ناشطة كتير رسوليا ومشتغل سوا ومش بس هون عم نشوف نشاطات دينية عم نشوف نشاطات من مختلف هاكل مجالات حتى يكونوا عم يجمعوا الشبيبة حوالى الكنيسة مثل ما عم بتقولي ماريا خلال السنة كيف تشتغروا يعني اليوم هالشباب والصبايا بالمنطق يلي حابين يكونوا موجودين معكم كيف بيقدروا يكونوا موجودين معكم شون نشاطات يلي بتصير خلال السنة كل الأشخاص يلي حابة تكون موجودة معنا فيه ضغرة تحكي مع الفرقة وتتحسب عمرة بتتواجد بالفرقة المناسبة لعمرة وخلال السنة فيه وقفات كتير مميزة نحنا منوقف عليها بس أكيد فيه إذا هو ضمن الفرقة معينة فيه اجتماعات روحية ثقافية ترفيهية موجودة خلال الجمعة نحن نتكرس ومنشارك فيها وبيكون عم تحضر خلال السنة نوال لكل المناسبة صح خصوصا المناسبات الدينية إيف خلينا ناخد شوية فكرة عن يوميا شو فيه برنامج بالكلمس نحنا منبلش اليوم مع الساعة سابعة مثل ما قلنا منفتتح كل شي ألعاب وأكل على الساعة تسعة عنا الـ opening تبع الكائن كل سنة اتتاحية هالسنة في عنا فاير شو في عنا فرقاع ورقص وهيك إشياء مهضومة وشوي مأخر بالليل أكتر شي عشرة ونص تقريبا منبلش عنا مسابقات منوعة لكل الأعمار إن كان على الألعاب الموجودة وإن كان إشياء تانية بكرة نهار السبت في عنا إيفانت كتير مميز بالكلمس يالي هو انكولابوريشن مع سوبرهيتد نيرون عاملين كتان نايت هلأ عم نشوف البوستر يلي هي لعبة هلأ كتير ضربة ومعروفة حياة لحدها بيحب يتسجل بيقدر يفوت على اللينك رح تكون هي ممدودة على كل الليلة بالكيرمس تورنواء يعني بيتبارو فيه بكرة على الساعة 8 في عنا أنا حسي حالي كتير أوت هلأ أنا ما بعرف الكتان ما بعرف إذا كان لازم أكتر به هالأشيه هذي اللعبة مهضومة ترندي هلأ اللي بد حب بعد يسجل البيب التجيل مفتوح لأي عمر كل العمر وسأنه مبدئيا فوقل 7-8 سنين من التجيل المفتوح لليوم نصليل على اللينك الموجود على صفحاتنا على المواقع التواصل الاجتماعي شو اللي صفحات الانستغرام قطعنيك شوى زر حديثة الانستغرام كرمس كا يعني كفرياسين أدمى وعلى صفحة الرعية لكن كنا بالثبت هي الكاتان نايت رح تمشي en paralel كل الوقت مظبوط مع الكيدس شو على الساعة 8 في اشياء ضمن التام نحنا كل سنة من النقى تام ومنشتغل عليه بتفاصيله هالسنة الكيدس شو هو من واحد تام سيرك وماجيسين وعلى عشرة بيكون فيه براد وكمان مسابقات منوعة لأنه كل الشبيب بتنطر مسابقات كل سنة نهار الأحد يلي هو نهار اللي منختطف في الكارمس طبعنا بيكون عنا أول شي بنفتح دايما على الساعة 7 على الساعة 9 على البرود لأنه قد ما فيه شو ما فيه مش شاك محضر رح يجئ على الساعة 9 بيكون عنا سيركس شو يعني كمان عنا هيدا لكل الأعمار بس اشياء هيك على غير واشياء كتير حلوة محضرينها على العشرة ونوص في عنا سباشل جاست ضيف مميز يلي هو ابن الرعية يلي هو الكوميديون إلي الراعي هو جاي يعملنا هيك مثل طلة كتير مهضومة منشكره علي من كل قلبنا وأنا بجهله تحية لأنه بجني أكيد بنرجه له تحية وعلى الساعة 12 بيكون عنا سحب الطنبلة يلي كل الناس بتنتره معنية هالراع كل هالكرمس عم بيكون للراعية لنشاطات الرعية خلال السنة بيكون فيه مساعدات اجتماعية من خلال هالتبرع أو هال يمكن الراع المهرجان نعم عطول نحن كل المبلغ يلي بيطلع بيروح لدعم النشاطات الرسولية اللي منقوم فيها خلال السنة وضمن هالنشاطات الرسولية أكيد فيه نشاطات اجتماعية ومساعدات بتكون لأفراد وأكيد الأقبل رح بيكون دوبل عن السنة الماضية لأنه شيء كتير حلو والجو بيجنن إن شاء الله وهال التحضير كمان إن شاء الله بيجنن يعطيكم ألف عافية نعم بس بدأوا الشاغلة إنه بكرة السبت يلي حابب يكون نعم بيزور الرعية ويب الكنيسة مفتوحة من الستة لأتناش نص ليل مع زخير مارشربل يلي بحب يروح يسهر يصلي ويتبرك من الزخير هني موجودين لأتناش نص ليل مريا أبو سعدة واقف شليلة أهلا وسهلا فيكم شكرا لوجودكم مانا بريكو من تيبا